اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ببعضها حيث رسم تفاصيل جريمته بوضوح على جسادها ماركو مور لسو الدراجات الرجل الخمسيني ماركو مور من سان فرانسيسكو احترف سرقة الدراجات وحين وقفته الشرطة عثرت في حوزته على عشر دراجات وعدد كمير من اطارة الدراجات ومقاعدها وهياكلها وكيفية تعقبهم لمور مضحكة بحق حيث حاول هذا الاخير بيع دراجة مسرقة على الانترنت لتكون الصدفة ان يراها صاحبها فيطلب منه شراءها ويبلغ الشرطة عنها ليقبض عليه متلبسا سيكون من الصدم حقا انترى من زجاج انفيدة متجارك تحدهم يحاول سرقة اطارات سيارتك ولكن الصدم اكثر هو حين تخرج لتواجههم يردون عليك بالسبب ويلقونك في مؤخرة السيارة هذا ما قام به هذا الثلاثي في بلدة الويسفيل فتحولوا من لصوص اطارات الى خاطف مالك محطة بيترول حيث قفزوا في السيارة ليتحركوا رفقة الضحية الملقى في صندوق سيارتها ولكن لان لوحة السيارة كانت منتهية وقفتهم الشرطة الى جانب الطريق وما ان سمع الضحية صوت الشرطة حتى بدأ الصور اخوذر بصندوق السيارة من الداخل فانتبهت الشرطة بسرعة ان الحالة تتضمن اكثر من مجرد الاوحة ارقام منتهية الصلاحية هانا ساباتا لصة البنك الفخورة يبدو ان وسائل التواصل الاجتماعي تجعل البعض مهوسين بانفسهم اكثر حتى بارتكابهم لجريمة فالشابة هانا ساباتا 19 عاما قامت بعض افلتها بجرمها بنشر فيديو تتفخر فيه بفعلتها على يوتيوب ليراها الجميع الكارثة ان هذه الفتاة لم تكن تتباجج بسرقة شيء صغير او متجر ما بل عن سرقتها لبنك كامل وسيارة وكانت تبدو سعيدة للغاية بظهورها على الانترنت لتعلم الجميع كم كانت مذهلة في سرقتها لتفلت دون اثر لكنها كانت غبية جدا بترك دليل اعتراف كامل على الانترنت جيمس اهلان ادفع اسحب توقف رجلان في مقه الانترنت وجلسا يستعملان الكمبيوتر وبعض تصفحهم الانترنت اخرج مسدسين وصرقا صندوقا محل ثم هربا على درجة نارية وكانت لتكون جريمة كاملة لو لا ان احدهما نسي صفحته على الفيسبوك مفتوحة مما سمح للشرطة بمعرفة كل شيء عن احد الجنات وتعقبه هو وصديقه خاصة وان عنوانه مكتوب على صفحتها ريتشارد الموري سوار المراقبة حين يفرج عن البعض يضع لهم سوار الكتروني في الكاحل ليتعقبهم وهذا كان حال ريتشارد لكن هل منع هذا من استكمال ارتكاب الجرائم فعوضا ان يستمتع بجزء من حريته بعيدا عن السجن قرر ان يقتحم شقة طالب لصديقة جهاز اللابتوب الخاص بها وبالطبع لم تأخذ الشرطة الثواني في امساكه بسبب سوارها تيد باندي احدى شهر جريم القتل في التاريخ لصاحبها تيد باندي المعروف بسفاح النساء حيث كان يختطفهن ويعتدي عليهم ويمارس عليهم العنف ويعذبهن ومن ثم يقتلهن فقتل جميلات الشابات منهن بالطبع وفي اغسطس 1975 قبض على باندي على الطريق السريع لولاية يوتاه كان الضابط حينها هو بوب هايوارد ولم يسأل كيف امسك هايوارد بالسفاح باندي فربما لانه كان من اكثر المجرمين المغتلين الذي يمكن ان يصادفهم المرأة ولانه كان مصابا بالجذاب جنسي للجثث كان يزور قبور طحية من وقت لاخر ليلتها كان الضابط هايوارد يتجول وإذ به يرى سيارة مريبة تمشي بوطن في الحي كانت الساعة حينها ما بعد الثانية فجرا فاقترب انها ليسر صاحبها عما يفعل وكان باندي بالطبع يحاول تفاديها مما اثار رجل الشرطة اكثر فاوقفها ليجد في سيارته ادوات غريبة كشفت عما يقوم به زائر ما بعد منتصف الايل ذاك لوحة تسجيل في 1995 شهد تملك هجمات ارهابية مثل تفجير المبنى الفيدرالي ولاية اوكلاهوما التي قتل فيه 168 شخصا وجرح اكثر من 800 وكان ذلك افدح هجم انهابي على ارض امريكية قبل تفجير 11 سبتمبر وخلال التحقيق اكتشفت الشرطة ان الشاحنة المستخدمة في التفجير كانت استهجرت تحت اسم تيموثي ماكفي وبالصدفة كان احد الضباط المتجهين لموقع التفجير متوقفا في محطة بيترول ليرى سيارة تمر امامه دون لوحة تسجيل فما كان منه الى انوقفها ليلحظ انتفاخا تحت سطرة صاحبها ماكفي فيلقي القبض عليها ديفيد بيركويتز او امير الكلب احد القتلة المتسلسلين الغير معروفين بالمرة ويشار له عادة بابن سام ففي 1970 روع هذا الاخر سكان نيويورك ودفع نحو مئتين تحري لمحاولة ايقافه خوفا من ضربته القادمة المرتقبة وهذا المجرم قبض عليه بسبب مخالفة موقف سيارة حيث كان يضع سيارته من مفوهة حريق بينما اتجه لتنفيذ جريمتها وحين عاد وجد مخالفة على زجاج سيارتها فمزقها بعنف بينما شهدته امرأة من نفيدتها يقوم بذلك وبلغت الشرطة لسلوكه الذي بدأ غريبا لها وبقليل من التحقيق في مصادفة وجود شخص غاضب بقرب مصرح الجريمة في ذلك الوقت استطعت الشرطة القبض على ذلك السفاح الذي كان يقول انه يقض وامره من كلبها ويبدو ان الكلابة حب التوقف الى جانب فوهات الحريق شكرا على المشاهدة ان عجبك الفيديو اسجل اعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية اشتركوا في القناة